أول اجتماع للمجلس الوطني الفلسطيني منذ 22 عاما انتهز الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن الفرصة للتأكيد على موقف المملكة الثابت والراسخ حيال القضية الفلسطينية وفي القلب منها مدينة القدس بصراحة وليس مجامل للسعودية مش هذا موقفها التاريخي معنا مش هذا موقف وبالمناسبة نسمع إشعاعات كثير صدقوني لا تصدقون مش هيك موقف السعودية وقبل وسبوعين كانت مدينة ظهران شهدة على موقف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حيال المدينة المقدسة معلنا اطلاق اسم القدس على القمة العربية التاسعة والعشرين وليتصدر بيانها الختامي التأكيد على الهوية العربية للمدينة ووضعها كعاصمة لدولة فلسطين لتستحوذ القضية الفلسطينية على حوالي الربع من بنود إعلان الظهران كما أعلن الملك سلمان عن تبرع المملكة بقيمة 150 مليون دولار لبرنامج دعم الأوقاف الإسلامية في القدس بالإضافة إلى 50 مليون دولار لوكالة الأونروا وبعيدا عن المزايدة والمتاجرة بالقدس بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاعتراف بها عاصمة لدولة إسرائيل ونقل سفارة بلاده إليها لا تدخر المملكة جهدا من أجل نصرة القضية الفلسطينية التي تتخذ ربنا رئيسا في سياستها الخارجية وفي المقابل وفي كشف لحقيقة الإخوان وداعميهم قال أبو مازن إن الرئيس المصري المعزول محمد مرسي عرض عليه قطعة من سيناء في إطار ما يعرف بمشروع جيورا آيلاند الإسرائيلي مما يعني تصفية القضية الفلسطينية ولا زالت هذه الفكرة قائمة وفي أيام السيد مرسي الرئيس محمد مرسي العيار كانت موجودة على أساس أيضا يعطونا شأف من سيناء مشان إن شعبنا يدخل هناك ويعيش هناك وقضية طويلة عريضة اسم مشروع إيجورا آيلاند وللآن بنحكى فيه إخواننا الأعزاء هذا مشروع تصفوي للقضية الفلسطينية وجاء العرض ضمن اتفاق مصري لصلح بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي المبرم عام 2012 تحت رعاية مرسي لتتضح المواقف علنا ودون تزييف بشأن من يدعم القضية من القلب استشعارا بالمسؤولية التاريخية تجاه فلسطين والفلسطينيين ومن يتاجر بشعارات زائفة لبرنامج هنا الرياض أحمد إبراهيم